تهلاً وسهلاً مساء النوري سيد رحمد اهلاً وسهلاً اجتماع السيد الرئيس اليوم مع عدد كبير من السادة الوزراء والسيادة كنتي موجودة خلينا نتكلم بشكل واضح عن تدعيات أزمة كورونا من الناحية الاقتصادية طيب الأزمة كورونا زي ما حاك عارف والسادة المشاهدين عارفين هذه الأزمة هي أزمة غير مسبوقة عالمياً هي يعني العالم كله مر بأزمات كبيرة قدت إلى حالة من الكساد والرقود زي أزمة لو نتذكر في الوقت القريب الفين وثمانية كانت أزمة الأزمة المالية العالمية وكان طبعاً قبليها الأزمة الكساد الكبير اللي كانت في ألف ممائة تسعة وعشرين الأزمة دي يمكن أكثر شدة لأن هي يعني تدعياتها كبيرة جداً هي ما بتأثرش على قطاع واحد يعني يمكن لما الأزمة دي يعني تمس القطاع معين سهل جداً أنه حضرتك هذا القطاع تسنده فيقدر أنه هو بعد فترة قليلة يقدر أنه هو يعني يتعافى ويتحرك الأزمة دي أثرت بشكل كبير جداً في جانب العرض اللي هو كل القطاعات الإنتاجية لأنها جاءت أثرت على قطاع الصحة فعملت يعني وقف عجلة الإنتاج على مستوى دول بدأت في السين اللي هي دولة تقريباً عشرين في المية من الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية ثم انتشرت منها إلى أمريكا وأوروبا وكل دول العالم فهي أدت إلى وقف حركة الإنتاج على مستوى العالم كله فأثرت على جانب العرض وعلى جانب الطلب العمق بتاحها شديد جداً والموضوع بيتسم بقدر من عدم البيقين لأنه خلت برضو الناس ما عندهاش ثقة إلا هيحصل بقر مش شايفة إلا هيحصل بقر فده الحركة تلاقي أن كل مؤسسات الدولية بدأت كل شوية بتراجع توقعاتها للمعدلات النمو بتاحها بحيث أن هي بتخفض معدلات نمو بتاعتها من 2% لـ 2.5% بتتكلم على خسارة في عدد الوظائف يعني بـ 50 مليون على مستوى العالم بتقدر بهذا الحد لحد دلوقتي 50 مليون يعني بتقدر لا بتقدر بتقدر إحنا مش عارفين برضو هل الأزمة دي هتنتهي بنهاية يونيا هل هتنتهي بنهاية سبتمبر يعني حاك عارف الحلقة الضبابية اللي بتبقى فيها يعني عادة الواحد بيبقى شايف أزمة وعارف أنه هو بإجراءات معينة هيقدر أنه هو في خلال شهر 2 هيخلص من هذه الأزمة ولكن لما يبقى الموضوع منتشر بشكل عالمي واخد قطاعات كلها على مستوى العالم فده بيخلي الموضوع بيتسم بقدر عالي من عدم اليقين وكمان سرعة انتشاره دي بتخلي الموضوع أكثر عمقا وأكثر شد توقعتنا معدل نمو عندنا كام إحنا كمصر خليني أقول لحظة إحنا الحمد لله في مصر يعني عشان عملنا إجراءات إصلاح اقتصادي من 2016 هذه الإجراءات خلت أن إحنا عندنا معدلات نمو بتتزايد ومستدامة بقالنا أكثر من ثلاث سنين دلوقتي ده أولا مش بس معدلات نمونا معدلات البطالة بتاعتنا انخفضت كان عندنا فرص تشغيل عالية كل الحقيقة مؤشراتنا في النصف الأول من العام كلها في أعلى مستوياتها ده كل ده ندينا يعني حيز ومساحة إن إحنا نقدر يعني ما كناش هنقدر نعمل كل الإجراءات دي لو إحنا النهاردة ما كناش مرينة بمرحلة إصلاح الاقتصادي وبقى عندي بساحة من الوفر في الموارد إن أنا أقدر أتحرك فيها إحنا الحمد لله محققين خمسة وستة من عشرة معدل نموه في الربع الأول وخمسة وستة من عشرة معدل نموه في الربع الثاني إحنا الاقتصاد بيتعرض نتيجة توقف حركة السياحة والطيران الجوي تقريبا من تمانية مارس فإحنا الربع الثالث بيبقى فيه يعني نوع من يعني بنقول دايما بنعرضه نوع من الضغوط كده للربع ده ففيه تقريبا انخفاض فيه في حدود خمسة وعشرين في المية فإحنا بنتوقع إن إحنا الربع الثالث نبقى في حدود أربعة ونصف في المية في الربع الثالث بإذن الله ده الربع الأخير من السنة ده بيتوقف طبعا على عمق الأزمة واستمرارها إحنا كنا بنتكلم إن إحنا طبعا نتيجة تدعيات قطاع السياحة إحنا ممكن إن إحنا في الربع الأخير ينحقق 2% لو الأمور يعني بدأت تتحسن 2% آه في الربع الأخير أو إن إحنا ممكن إن إحنا ننقفط في أسوأ الظروف إلى 1% لو العملية استمرت بشكل أكثر حدة المشكلة الأزمة دي إن حضرتك مرتبطة بالعالم الخارجي في عامل كتير كتير حركة التجارة الواردات اللي بيجيلك من الخارج حركة صادراتك إلى الخارج كل ده فيه ظروف حياتك ما تقدرش تتحكم فيها ولكن إحنا على المستوى الكلي على المستوى الاستنوي إحنا إن شاء الله نحقق يعني أربعة أو أربعة وشوية في المية وده يعتبر يعني من أعلى المعدلات على مستوى العالم في خلال في ظل في هذه الأزمة سيدة الوزيرة يمكن سيدة الرئيس النهاردة اجتماع اليوم ومن بدر الحكومة بدأ سيدة الرئيس الحكومة إجراءات كمان لتخفيف الأزمة على المواطنين إيه الإجراءات اللي تأخذت فندم لحد النهاردة وتوجهات سيدة الرئيس اليوم لا الحقيقة الدولة المصرية يعني بمؤسساتها حكومة وبنك مركزي ومؤسسات مختلفة أخذت مجموعة كبيرة جدا من الإجراءات طبعا هدفها مساندة القطاعات المختلفة طبعا زير إن احنا أخذنا إجراءات احترازية واستباقية على مستوى